هي أجزاء من هيكل طائرة حربية فرنسية تعود لقواتها الجوية في خمسينيات الثورة الجزائرية أين أسقطت بسواعد الثوار الأحرار ببلدية العياض برباس بولاية ميلا معركة بجبال الحلفاء التابعة إقليمية لبلدية العياض برباس نشبس بنا مجاهدين البواسل وقوات الاستعمار الفرنسي حيث تمكن مجاهدون من إسقاط طائرة نفاثة بتاريخ 23 أكتوبر 1957 تفيد الشهادات والمعطيات التاريخية وما أجري على الطائرة من فحص أنها تندرج ضمن السير بالنفاث وهي واحدة من ثمانية طائرات حربية جرى إسقاطها من طرف المجاهدين بإقليم ولاية ميلا حسب شهادة المجاهدين والمواطنين أن ذاك الذين عايشوا هذه الأحداث أن إسقاط مثل هذه الطائرات زادتهم شجاعة ويقينا بأن كل ما أخذ بالقوة سيسترجع بالقوة طائرات التي تم إسقاطها من طرف المجاهدين البواسل خلال مرحلة الثورة التحريرية المسلحة عددها هنا بولاية ميلا ثمان طائرات حربية في حين هناك ثلاث طائرات أخرى أسقطت نتيجة أعطاب يمنح التحليل الاستراتيجي والقراءة المتأنية للفعل الثوري من قبل المجاهدين عن مدى القدرة في بلوغ السرب المتوحش للفرنسيين إبان الثورة خاصة مع توسع رقعة إسقاط الطائرات لتشمل خمس بلديات بينما ثلاث طائرات سقطت بين بلديتي تسدان حداد وتسال الأمطاعي لأسباب مختلفة اشتركوا في القناة